استقبل سمو الرائد الشيخ خالد بن حمد الخليفة قائد قوة الحرس الملكية الخاصة بقاعدة عيسى الجوية مساء اليوم مجموعة قوة الواجب الخاصة التابعة لقوة دفاع البحرين المشاركة في عملية إعادة الأمل بجمهورية اليمن الشقيقة ضمن قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة وخلال الاستقبال رحب سمو قائد قوة الحرس الملكية الخاصة برجال مجموعة قوة الواجب الخاصة بقوة الدفاع كما أعرب عن شكره وتقديره لهم على ما يبدلونه دائما من تفان وجهد مخلص في أداء الواجب الوطني المقدس ضمن صفوف قوات التحالف العربية الداعم للشرعية في جمهورية اليمن الشقيقة بقيادة القوات المسلحة بالمملكة العربية السعودية كما أشهد سموه بتضحياتهم النبيلة المرتكزة على الشجاعة والإقدام في تأدية الواجب الوطني لنصرة الحق ومشاركة أشقائهم لعادة الشرعية إلى جمهورية اليمن الشقيقة حضر الاستقبال عدد من كبار ضباط قوة دفاع البحرين وعدد من أهل المشاركين في مجموعة قوة الواجب الخاصة ترجمة نانسي قنقر